نصيحة أخيرة بالنسبة للطلبة عنه مختلفة تخصصاتي شباب الله يجازيكم بخير ما تبقوش تقرأوا على قبل الامتيحان امتيحان مثلا ضرورية غدوزوا وغدوزوا بغيتوا لك رأتي حتى بالامتيحان ما تاخدش الديبلون تكونوا واضحين لكن الله يرضي عليكم ما تبقوش تقرأوا على قبل الامتيحان كتقرأ على قبل الامتيحان كتولي محدود دماغ كتولي مربع في حاجة وحدة فيه الامتيحان نقطة وظيفة أحسن الأحوال المقاولة المهم قد يسنسلاء قد يسنسلاء قد تربط قد تربط لكن الذي يرقى بالأمة هو ذاك الذي يعد امتيحاناته لكنه يتعلم لنفسه ويتعلم لأمته عندي واحد الموضيول مثلا معين ما تندخلش في ذاك الموضيول باش نتعلم غير على قبل باش نجوب معلومات نحطها من نار الامتيحان تنخد معلومات دوسري ولي في الدم لكي يخلي الفرق ما بين طبيب وطبيب أرى قرأوا في نفس الكلية وداروا نفس تخصص وقرأوا عن نفس الأساتي لكن هذا يبرز وهذا الحد الأدنى فحنا بغينا هذوك الذين يبرزوهم وبغيناهم يكونوا يستنيرون بنور الوحي دخل في الموضيول اللي كتقرأ فيهم دخل فيهم حتى العمق تما يبقى والو تتحفي ذاك الموضيول ما يبقى عنده تشي سر مخبيع لك أنت في شي قنت من بعد بدأوا يهضروا معاك مثلا على الموضيول كذا أو للموضيول كذا كتتصوروا بحل كيف تشوف صورات الفاتحة عارف الحمدو في الأول عارف الضالين في الأخر عارف الوسط شنوكين عارف الجناب وكذا يعيش معاه المساعد أكبر دليل هو أنه ذلك الشي اللي كتوجده الامتحان كتحسبيه تقيل عليك ذلك الشي اللي كتقرأه علاقة بالتقافتك أنت كتحسبيه متعة حول تعلم ديالك إلى متعة ما تقرأش علاقة بالامتحان قرأ علاقة بالتفوق والتمييز الامتحان جاي في الطريق الامتحان تحت من التفوق الامتحان تحت من التمييز مستوى الامتحان تحت من التمييز فلقريتي علاقة بالتمييز الامتحان ديز بشريبات لها هذه النصيحة ذكر بها نفسي وإخواني من طالب أجزاء الله خير